موسيقى مساء الخير، انا دكتورة دينة عبدالسلام مصطفى مدرس امراض القلب كلية الطب جامعة طنطة احب اوجه كلمتي لمريض الضغط احب اقول لحررتك ان العلاج بيعتمد كثير جدا على حضرتك فلو حضرتك لسه متشخص جديد انك مريض ضغط وبتاخد علاج لازم على الاقل في اول اسبوع بنسجل الضغط يوميا وبنعرضه على الدكتور عشان يشوف العلاج ده جاي بنتيجة ولا لا نقطة كمان مهمة جدا موعيد العلاج مهمة ان حياك تلتزم بيها يعني فيه حاجات مهمة زي مدرات البول دي لازم بتتاخد زي ما بيقول كده الصبح قبل الفطار عشان الفعالية بتاعتها تكون اكتر نقطة كمان الاكل لازم حاجاتك تقلل خالص من الاملاح والحوادق طبعا والحاجات الاكل المسبك ياريت نعتمد اكتر في الحاجات المشوية والمسلوقة لان الاكل مهم جدا اكتر في ارتفاع الضغط نقطة كمان مهمة ياريت طبعا لو فيه تدخين يقل خالص ياريت نعمل اي نوع من انواع الرياضة خصوصا المشي المشي مهم جدا لجميع امراض القلب فيه حاجة مهمة جدا بلاحظها ان مرضة كتير بعد العلاج بتيجي تقول انا خلاص استريحت فممكن اوقف العلاج للأسف لا ان الضغط ده مرض مزمن زي بالضبط زي السكر وامراض قلب كتير فالعلاج لازم بحاجة تستمر عليه لغاية يعني لما تتابع مع الدكتور ممكن هو بيزود حاجة بيقلل حاجة يزبط جرع معينة بس حضرتك يا ريت ما توقفش علاج من نفسك مرسي جدا